نحن في عنا عدة مشاريع مع الفرنسويين خليني بلش لك بهذاك النهار لأنه كان نهار جيد جدا بلشنا فيه بزيارة لغوستاف روسي اللي هو الجميع بيعرف أهم مركز عليه سرطان مش بس في فرنسا في أوروبا أكبرهم يعني موازنة مستشفى غوستاف روسي بتطلع تقريبا حوالي 600 مليون يورو أكتر من موازنة وزارة الصحة بكل ما قبل الأزم نحن معهم عم نشتغل على موضوع علاج السرطان والخطة الوطنية للسرطان اللي حنتلقى بـ 6 تموز وهيدي الخطة تشمل فيها مراجعة لكل شيء من موضوع التشخيص المبكر لموضوع العلاج لموضوع ما بعد العلاج كيف نعتني بمريض السرطان أهمية هيدول الأمور اللي عم نعملها أنه لحتى نحن ننفذ هالأمور فيه أشياء بدنا برامج تعاون بدنا ناس نتساعد نكتسب من خبراتهم يعني نحن منا بحاجة نرجع نعيد اكتشاف البارود مثل ما بيقولوا ما فيه غيرنا عملهم لهيدولين بس من جهة تانية وهيدا الأهم أنه نحن لما عم نحكي مع المانحين الدوليين نحن فيه غياب لشيء كتير مهم عنا بلبنان وهو الثقة مش بس إيام المواطنين ما عندهم ثقة بدولتهم للأسف حتى المانحين الدوليين الشركاء الدوليين كمان ما عندهم كتير ثقة بالدولة اللبنانية فلذلك لما نحن بيكون عنا تعاون مع شركاء دوليين معروفين مثل جوستاف روسي مثل كوري إنسيتيوت كوري أو غيرهم هيدا عم بيخلي المانح يتطمن أكتر ويقول طيب أنا مستعد هلأ أعمل تموي أنا عم قلك هلأ وأنا يمكن هاي أول مرة بقوله على الإعلام هيدا البرنامج هناك برنامج نحن هنطلقو به تموز مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحوالي 200 ألف مستفيد من اللي هني على شبك الدعم لإعطاقهم بطاقة صحية فيها تغطية صحية لإلون اللي بتشمل الرعاية الصحية الأولية بتشمل الفحوصات اللي ممكن تنطلب منهم مثل سيتي وبتشمل كذلك الاستشفاء وهيدا البطاقة الصحية الأولية هيدا البطاقة اللي حكينا معها من سنوات واللي مش عم تطبق والجيد بالموضوع أنه هلأ أممنا لتمويل فنحن هلأ من البنك الدولي هيدا هتكون بداية لك 200 ألف شخص مستفيد والهدف نحن من المشروع اللي عم نعمله مع البنك الدولي أنه نحن نقدر كذلك يعني نوسع هيدا الموضوع ونتجه لأنه نصير نغطي حوالي المليون لبناني بسنة الـ 24-25 اللي عم بيقوله الفرنساوي عدة أمور أول شيء أنه نحن لن ندخل بأي مشروع وما بعرف إذا العالم قريبوا تقرير ديوان المحاسبة الفرنساوي اللي طلع من كم يوم وعم يحكي أنه كيف فرنسا جابت مساعدات وكيف فالفرنساوي شو عم بيقوله؟ أول شيء أي مشروع نحن بدنا ندخل فيه معكم يا لبنان بدي يكون تقوله أنتوا كمان شو هتعملوا؟ صحيح يعني مش موضوع أنه تعخذوا مصاري تانيا وهيدا الأساس بأي تعاون مستقبلي بدي يكون في شيء اسمه monitoring framework شو يعني monitoring framework؟ يعني نحن لما بدنا نجي نحط الخطة معهم لهن يفوتوا بالتمويل بدنا نجي نقلهم نحن بعد 6 شهور حيصير هيك بعد 8 شهور حيصير هيك بعد كذا نحن هيدا هي يعني بدنا نكون شفافين بدنا نكون شفافين نحن كلفة الدواء في لبنان حاليا مقارنة بال2018 وال2017 عفوا نزلت 24% المشكلة هي أنه نحن الليرة ضعفت يعني أنت لما بتجي عم بتشوفي الدواء بالليرة اللبناني بس إذا أنت جيت تطلعتي على قيمته بالعملة اللي هو يستورد فيها نحن قيمة الدواء في لبنان نزلت حوالي 24% والسبب في ذلك أنه نحن دخلنا الجينيريك ونحن دخلنا صعبين قال حتى الدواء المصنع لبنانيا هو الأغلى حسب يعني المعنيين بها القطاع وستشهدوا ببعض الإدمي اللي بتنبيع هون بخمسة دولار مثلا بتركيا بتنبيع دولار أنا برجع بتحدى وهاي إذا بدك بتتلفني لنقيبة المصنعي الأدوية كارول أبي كرام وبتعطيك ليستة وبتفرجيك إياهن دواء دواء وبتعطيك الأفرج للأسف بيطلع واحد بيحكي كلام غير مسؤول بتجي الإعلامية كمان هي منة مسؤولة بتحطوا على الجريدي من غير ما تتحقق يقولك يا إختي الكريمة يقولك تلفني للمصنعين وسأليهم ترجمة نانسي قنقر